اول حاجة طبعا اشكره الكلام الجميل خل باك كابتن حسن مسكوي يعني راجل صحفي تحس بقيمة الصحفي لا بيجميلش حد لا بيعايز يجيب المعلومة صح حتى في قانون اللي يا كابتن قولي ناجح في مهنين دي قانويتها كده طب بيبعث هالي لا 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 يعني الناس بتاع عارفة يعني ايه اكتب محدش يقولي كلمة اول سؤال طبعا حكامنا بره في من يحميهم في قراراتهم حتى لو كانت خطئة لكن هنا بيتركوه يعني كما لو كان اي حد يعني اتباح السؤال اللي قاله ده بس مش هيقول اسماء عشان بس مني وفرق وحاجات مني هو موقف حصل لعيب كان هاجمة ومرتدة وفرقة يعني وجماهير وكلام منه فلعيب وقع كابتن ضربو ودعرف ايه فوقعت رأتنا نشوفو لقيت لك بقو بديع دم نفورو الدم نازل وسنة وقعت يا ساتر ابص للمساعد اه كابتن مصطفى بصله انت فين علي فيش فيش ايه نا الراجل مدبوح انا بقى خلي بالك انا شايف اللي كنت شايف مين اللي معاه اه رقم كذا اه وقفتن وروحنا نشوف اللي مرمي في الارض لما انت فاكر من اللي كان معاه في المشترك معاه في الارض اه فاكره بقى اه فالمهم بقى المساعد ما ده ما تدانيش اه قال لي مفيش فاللي معاه كله بقى يعني الجماهيرية بتاع صحاب الملعب وهيضطرد من صحاب الملعب لو لو المساعد ده قال لي اي قال لا اوه 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 ابدأ تماما انا امت ماشي بالراحة كده لحد ما وصلت عند المساعد قلت له ايه قلت له انت ما شفتش ده الود وشه وتشلفت ومجمه وكلامات قال لي لا ما شفتش يعني ممكن لازمان يدبس الحاكم في حاجات لا اوه ما شافش قد بالك فانا عملت له ازاك تماما شكرا ماشي رايح هناك رقم تمانية علالي احمر برا برا وانت بقى بروح تمثلت ان هو حكالك وكلام ده كله اه وده زكاة انت بتطلع من موقف انت بتطلع من موقف المهم طبعا انا بديت الكارت الاحمر من هنا دقيت اللي هما ضد لقيت اللي بص مش بلقيت بشفتش علخاط بقى اللي بقى ايسا التجارة ألبيات مودعوا بعدناهم كام من النا الماتش مخلاص خلاص الماتش لقى على الفلق ده قللي كده برضو كده برضو كده برضو عدتلو قلتله طبعا اده ده ضربه وخالي بقى لقي اللي طردته ما فتحش بوقه عشان عارف انه هو مودل اه يعني يعني احنا عملنا الصح يعني ما تنصح أنا بس ده اللي أنا بقى عايز قول لساس حسن فعلا وخلي بالك تقنية ال V.A.R اللي اتعملت لإن فيه حاجات زي بقولك زاوية الحاكم ما يشوفهاش ها بس الفار بقى اللوقت بقيت تشوف كل حاجة والفار عندنا يعني المشكلة يعني المصيادة بتاعته يعني الزار واسعة شوية